السلام عليكم ببنات كديري اللي بسعليكم تنتم بنا تكونوا كاملين باخر و الاخر اليوم ان شاء الله البنات غدي نحضروا 3 انتواع الاقتراحات القوتي غدي يكونوا ساهلين اقتصاديين بمقدر اللي متوفرين في كلها دار غدي نحضروا مسمن بحشوة اللي تجيبنينا تيجي على شكل ملوياتك كبيرين واحد شوية غدي نحضروا بريوش سائل حتى هو بعجينة الاقتصادية بزاف والان بانه تيجي قطني معمر بالشوكولات وتعجي باكل جيدات صغر و غازي نحضروا كيك رو خامي على البنات فاتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ما تنسوش تدعموني بلايك بارتاج الفيديو بارتاجوا في جميع مواقع التواصلي جميعين تاكم في الانستجرام في الواتساب في المسنجر باش تزيدوا الشجعوني على البنات نزيد نحط لكم المزيد من هذه الاقتراحات و نعطيكم الاتمينات اللي بيع بنسبة البنات اللي تيبغوا يخدموا على ريوصهم فاول حاجة غادين بدو بعجل المسمن اللي غادينحتاجوا له 300 غرام طعام الطحين اللي تتعادل 3 طوال كيسان طعام طفورس و غادينحتاجوا كاس طعام الطحين المسمد اللي هو الفينو غادينحتاجوا جوج المعالقة كبار نسوع الخل كيس الخميرات الحلويات و غادينجمعوا 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 كل شي بالماء دافي غادين بدو نضيفوا فلماء شوي بشوي و غادينجمع العجين حتى تتجمع البنات ما تكون العجين مش قاسح ماشي جاري دائما تنزيدوا الماء و تنعطيه حتى تتلكلينا مزيان هذك العجين عاد باش تندوزوا نخدموا بيه باش يجيناك ناجح هاد المسمن تعنا او للميليويات نتوعنا تنعطيه تلك مزيان اللي ما بغاش تتلكه غادينجمعوا غادينجمعوا في واحد البوطة او اللاف الكوكوت و غادي تسدعليه و غادي تخليه تقريبا واحد الساعة حتى تي يرتاح ترجعوا تنلقوا مدلوك البنات هنين يدلكتو عطتو تتلكمزيان باش ناخدم به مباشرة سوف تنصيب بواحد جوج كويرات تيكونوا في نفس الحجم تنجيب بلاتو تندهنو بزويتها تنحط دوك الكويرات نتوى حتى و ما تندهنو بزويتها من الفوق تنغلفهم بواحد البلاستيكة و تنغلفهم بسريبيتة و تنخليهم بتتنوججد الحشوة بالنسبة الحشوة غادي تكون سهلة وقتصادية كيف ما قلت لكم غادي نحتاجوا فيها جوج بصلاته كبار مش للذر قيق تنضيفوا عليهم شوية زيت النباتية و شوية الملحة و تنخليهم حتى يتشحروا واحد شوية من بعد تنضيفوا عليهم الفلاف الالوان مقطع الرقاق ممكن تكتب في وغرب الخضراء او الحمراء البنات اللي متوفر عندكم من بعد تنضيف التوابل فبنسبة التوابل سنحتاج للبزار سكنجبير شوية تونب بودرن تقريبا 1.5 معلقة سوف تنشحر كل شي تندوق الملحة و شخصة نزيدة او للا تنخلي دوق الفلافل تنخطي عليهم و مولبصلة وتنخليهم تتتبوا لخاترهم و تشحرهم زيان من بعد تنضيف واحد شوية نتع الزطر تنحكو بيني دي تنضيف معلقة و نصص صغيرة نتع المركز وتنضيف علبة تطون وتنحرق كل شي بالنسبة لعلبة تطون و ماتشا تنضيفهم على البنات حتى تنطفي العافية و تنضيفهم و تنحرقهم مع تلك الحشوة حتى ينسجموا مع بعض ذياتهم هنا بالنسبة لعلبة تطون إلا بتتعوضوا على الكفتة أو لججاج فممكن تعوضوا على البنات ولكن من الأفضل تطون تأتي مع الحشوة لأنه يجيزوين صارحة و بنيني سوف نتعوض الحشوة جانبا حتى تبرد وتنضيف جد المسمن التعي هنا يدر أنه جوج كويرات يعني غادين خدمو جوج مسمنات هادي ناخد القرى الأولى تنضيف العمل بالزيت النباتية وتنبدأ تنطرق في القرى نتعي مزيان العجين إلا كانت مرتاحة البنات سوف نبدأ و نجبدوها كيف ما تبليكم وتنمشي معنا لا تحتاجوش قا نطرقه ناخدوه من الجنب و نبدأ و نجبدوه سوف يتبعنا كيش الضربية تتوليها لأنه تتصرح مزيان هذيك العجينة صفيتة تتبلينا الروحة من بعد تنضيفو تنجيبو الزبدة تندوبوها مع الزيت وتنخلي واحد تتدفى وتندوزو تنخدمو بها تنطرقو كيف ما قلنا هذيك العجين مزيان حتى تيبن سطح العمال وتندهنوه بالزبدة و الزيت مزيان من جميع الجواني بهم من الوسط وتنطويوه على شكل مسمنا على شكل المسمنا العادية لبنات هنا يرا كل شي مضح في الصورة تنطوي بهذا الشكل هذا دائمان إلا بنت ليش بليصغ ليضاء أو لاشي حجره سنعود نسر الحام بشكل يجوني المسمنات نتو عيه أولا المريويات ناجحين و يجون مورقين يجون بحل عجل مورقها البنات يجون عبارة على طبقات فالسر هو لنخدمو العجينة في هذا الولا البنات سوف يمن بعد نجيب عود داني منين تنصيبها على شكل مستطل وتنجيب الزبدة دائمان الزيت وتنعود ندهنها مزيان بالزبدة والزيت تندهنها هذا المستطل الانتاعي وتنجمعوه على شكل المسمنا عادية لبنات تجمد فيها هذه الزبدة عاد بشي سهل علينا نخدم به إلا كنتو زربانين هادي تديروا في واحد البلاطو غادي تدخلوه لتلاجة باش دغيات تجمع هذه الزبدة ويسهل عليكم تخدموه بالمسمن لانتاعكم صفي ناية تندوز الاول مسمنا اللي خدمتها بعد ما ارتحت تنطرقها على شكل مستطل تنعطيه طول كتر من العرض تنعطيه طول كتر من العرض للبلاد صفي وتنخليها ذاك العجين حتى تيرتح باش ما يرجعش ليا يعودي تجمع عاد باش تنقسموه على النص ومن بعد ذاك النص تنقسمو مربعت كيفينما موضع في الصورة كلها كل مستطل تعدني ثلاثة نتوع لمسمنات يعني تدخدموه هالبنات في واحد الوقت يوجيز بزيز تدخدمو 12 حبان تا Langية فرمش الهين صافتا بدا نطرق هدو كل لمسمنات نتوعي ستنطوع لمسمنات نتوعي اتنعطي نطرقه حتى يتجمع واحد شوية وتنجيب الحشوى انا يريدون فرمج حمر محقوق او موزاريلا او الفرمج مثل التوالول عدوش تضيفو الحشوه ديروه ما بويتوش تجيروه اكتفي ويرب الحشوه لا تجيبني نينا الصراحه انا انا يدرت غير الحشوه نجيب الحشوه انتعي وتنوزعها على 12 قطعه بش تجينيها كم تسويه نحاول نصيبها في الوسط انتعلم سمنتعيك على شكل دائري باش يجيوني بحال شكل مليوياته البنت يجيوني اعراض ميجوش مجموعين بحال شكل طلب ستايله صافي من انتانسر الحوم ممكن تيروحت الفرمج تأسون دويتشي البنت الصراحه تيجي فهذا الحشوه زويا صافي منو بعد المثالية سنبدأ نجمعون بعض الشكل هذا اللي هو مضح في الصوره على شكل المهم على شكل بساطلات او على شكل رزي مرة بشكل عادي رادي ما تنخدموهم هالبنات صافي اذا نخلي العجين حتتي رتحت باش تنقلبوه وتنحاول نصيبوه مرضاياتي تصيبوه ما تياخدوش الوقت بزاف وما تيعواجوش لكم هالبنات ما تخافوش منهم غير يخدموهم ان شاء الله وغادي ينجحو معاكم بالنسبة للعجين اللي تيباليكم درت ملتحت هدي جيكم بانه كتير لقرامة كتير شالبنات منيت يدخلو الفران وطيبوه تتقرمشوص بحلال عازم هذك العجين تيدوب ما تيبقاش هكا كتير سافي تنجمع هذوك ستا نتاع الملويات نتاعي كاملين تنجيب الطاوة تندهنها بشوية نتاع الزبدة او اللي شوية نتاع الزيت وتنحط هذوك الملويات تنبسعوهم من بادياتهم حنت باقي غادي يدخلو الفران باقي غادي تنفخو هكا باش ما يلسقوش لنا وتنحط كل الملويات في بلاستا وتنطرقها تنطرقوهم غير واحد شوية لبنات انا انا من يترخدمهم تيكل فران شاعل تيكون سخون مزيانة البنات باش من يندخلهم يطيبوا اليوم وماشي كل فران بردي لك الفران بردي البنات را ما يشحوش معكم ضروري كل فران سخون مزيان فهذا الاسرار البنات را ضروري تبعوهم ماشي غير المقادرة الزوم رادي تنجح معكم الوصفة فهذا الاسرار هادو او لا هاد الاسرار اللي تنقول لكم را هما ضروريين في الوصفة وصفينين تنجيب صفر البيض تنخلط مع واحد شوية تاعل الخل او الا شوية تاعل حليب شوية تاعل الماء حتى تتلقضك صفر البيض تنضف لي واحد شوية تاعل تحميره وتنخلطوه مزيان وكي ندهن هاد المليويات نتوين وتنجيب الفرماج بالنسبة ل هاد التحميره البنات تطعتهم واحد اللون اللي زوين واحد اللون اللي مديهب تيجي والصراحة زوينين في ذاك اللون التاعهم حسن من صفر البيض بوحده وخصوصا للمالحين من بعد تنجيب الفرماج موزاريلا تنحكوه في الحكاكة الرقيقة بغيتو تخلطوه مع الفرماج الحمر نخلطوه ونجيبوه تنحطوه في الوسط فقط في الوسط وتنخلي الجوانب هادي تتبقى كإضافة بغيتو تديروها ما بغيتو تديروها خليوهم غير هكاك عاديين البنات تراتيجي وزوينين او اللي حتى تبو عاد باش تديرو لهم الفرماج من الفق انا يسندخلوه من الفرن كيف ما قلت لكم تيكون سخون العافية متوسطة تتبوه من تحت عاد باش تنشال لهم من الفق ياخدو اللون هادي ندوزول البريوش السائل اللي غادي نحتاجو في الجوج ابيض تلبيض هنا ابيض تلبيض راشا طليا من اللي مسمن باش دهنت وابيض شاطلية نتاع البريوش راشا تفرح تفضبه باش ندهن البريوش انتوما بيتو تخدموه ببوحدو غادي تديرو بيضا هنا هنه يدرت جوج ابيض نتوع البيض ندتل تنضيف جوج الماء القيبار نتوع الخل كيس نتع الخميرات الحلويات معلقة نتع الخميرة فوريه شويان نتع الملحو وتنضيف كاس كبير نتع الحليب او الكاس العنبة نتع الحليب دافي تنضيف اربعان نتوع الماء القيبار كيس نتع الفاني هادوما المكونات الزوجوش للماء القيبار سوف نضرب هذا كله مع بعضياته حتى تنساجم بالنسبة لنشوف البناس كيف يتفعل مع الخميرة و ترغوين لنا و تدير لنا واحد الفقاعات سوف يجيب العجن خفيف و ناجح سوف نضيف الطحين بالنسبة للطحين فتقريبا تزجج كسان و نص انتوى العنبه تبقى على حسب الطحين وش تشرب او لما تشربش كما نقول لكم دائما سوف نضيف الطحين و لا تكون قاسح و لا تكون جاري خفيف تكون مرخي بحل الخالط تقريبا بحل الخالط سوف يمنين تنخلطو غرب الطرابليا دائما تنخدموها بالطرابليا دوي تنغلفو بواحد البلاستيكا و تنخلي حتاتي خمر و تتضاعف الحجم منتعو مزيانة البنات ضروري تضاعف الحجم منتعو مزيان حاد باش ندوزو نخدمو به هنا لك الجو برد را تنشعل الفران تنطفيه و تنطفيه و تندخل الخالطة تنتعي باش تغياء خمر لي مياخدش مني وقت طويل سوف يمنين خمر العاجين نتاعي و تضاعف الحجم نتاعو و تيجي على هذا الشكل هذا تيعود يشرب واحد شوية البنات تنجي بطاوة هنا يخدمت بطاوة اللي القطر نتاعها 22 سنتين بغيت بغيت البريوش تجينا رقيقة بغيت البريوش تجيكم عليها البنات ارا غادي تضاعفو المكونات او لا غادي تخدمو بش مل اللي هو صغير يعني انا حكمت بعدها كيف ما قلت لكم في 22 سنتين بغيت نشيب النص نتاع العاجين تنخل بعدها المل بنيس بل هذه المولات هذول اللي تتسولون عالية دائما هذول يتطاوة البنات نتاع الميخوند ماشي شي حاجه تندهنو بالزبدة ترشو بطحين مزيان و تنزع هذا النص نتاع العاجين تنحاول نزعه الى بويتو وقاع كما باش يتوزع معكم تتفزقوا يجيكم البنات و تتطرقوا غير بش بي بش ببش بب قطعتو الطريفات ممكن تجيبو الشوكولات نتاع الدهن تبقيكم الاختيار او الكريم باتي سير او الكوفي تير المهم اللي عندكم تنعمرو بي انا نقدرت الشوكولات قطعتو طريفات صغار هو باش عمرت و تنجيب هذا النص العاجين الاخر اللي شاطلية و تنبدا نزعه فوق هذيك الحشوات تنقضي بي هذك الشوكولات سراحة تيجي برويوش اللي السهل الخفيف تيجي ناجح تيجي بدراج الصغار خصوصا عكي لادرتو رقيق البنات ما تديروش عالي ما يكونش في العجين بزاف سوف يتنحاول نزعو تننفزق يديا دائما و تنستعن هكا تنفزقوه و تنبدا تنطرق في هذيك البرويوش انتاعي باش ما يلسقش لي العجين فيديا حنتي كل عجين خفيف بزاف سوف يتنغطي عليها بلاستيكة او من الافضل ما تغطيوش عليها بلاستيكة لانه جربتها بلاستيكة تبدأ تلسقلية سوف يتنغطيها اناي بواحد البانيو و تنخليها حتى تتخمر و تتضع في الحجم نتاعها واحد شوية من بعد نجيب صفر البيض هنا تنجل صفر البيض مع القوة سريعة تتزوبن مع شوية نزع الماء او الحليب او القطرات تنتعو على الخل سوف يتندي هنا هذيك البرويوش انتاعي كاملة بادك الخالي تنتاعي هنا هي بنسبة البرويوشة حتى يتدخل الفرن اللي هو سخون مزيان سوف ندخل العفية متوسطة تنخلوها حتى تتطب من التحت و تتاخد اللون عادي باش نشعلو عليها من فوق العفية مهيلة باش تحمر لنا من جميع الجوانب و نخرجوها ان شاء الله و نوريكم كيفاش تجيز صراحة تجيز زوينة ممكن ندخلوهم حتى كصغورين في هذيك القوارب نتاع الكابكاك وتعطيوهم يتراري هكا القوة نتاعو عمي ديوهم معهم صراحة شعجة اللي يزوينا هذي ندخل على الطيب و هذي ندوزو الكيك الرخامي حتى ولي تيجي من أروع ما يكون هذي يحتاجو لي ثلاثة نتاع البيضات كاس نتاع السكر ثانيدا كاس قل الربع نتاع الزيت دائما بالعبارة العنبة جوج اكياس الفاني جوج المعلك الكبار نتاع الخل كاس نتاع الياغورت فاني من كانت تاع الفاني وقريصة نتاع الملحة كاس نتاع الماء يكون دافي فهذه هذي من المكونات الأولين اللي غاز يخدمو بهم تنطربوا ذاك البيض مع الياغورت الفاني مع النكات الفاني مع الملحة مع السكر ثانيدا مع الخلط المهم تنطربوهم مزيان من بعد تنضيفو الطحين فبالنسبة للطحين انت تاخد تقريبا واحد جوج كيسان نتاع العنبة على حسب الطحين واش تشرب او لما تشربش دائما كيف ماتا نقول لكم تنضيفو جوج اكياس نتاع الخميرة نتاع الحلويات تنضيفو كل شيء بالطراب اليدوائنا ما خدمتش لطراب الكهربائي ولا والو دائما تنقب بطراب اليدوائي هذا كيك ناجح بالنسبة لما تنجحش معه ملكيكا ارتبعوا المراحلة البنات ناجح من اول تجربة ان شاء الله ينجح معكم صفي من الان تنخلطو تنقسم الخالطة على الجوج اجزاء جوج اتناخدوو و تنضيفو لي جوجت المعارق الكبار متوع البودرة الكاكاو بودو تضيفوو لي تشويان تاع القواسرية تبا نضيفوها علي انا كتافيت فقط بالكاكاو و جوجت تنخليوها كاكو بيض تناخد المول بالنسبة لهذه الكاك خدمته في المول المستطل لانتو مقدمو باي مول عندكو مالبنات تناخد المول تندهنو بزبيدة تنرشو بطحين وتنجيب الخالات نتاع الكيك نتاعي تنبدأ نفرغه تنبدأ بالجوز البيض هو الأول تندير منه واحد الجوز في المول من بعد تنعود ندير واحد شوية من الخالات الكحل اللي بالبودرة تعلت الكاكاو ومن بعد تندير البيض تنبقى كاكا جوز بالبيض وجوز بالكحل حتى تنسالي الخالات اللي عندي كامل بالنسبة للكيكا البنات يدخل في الفران برد اناني تنستفلكم المقاطع انتع الفيديو باش تفهمه ولكن ان مش هكا تنخدم انت نخدم الكيكا يالولا تنخدم المسمن تنعجنو تنخليه يرتاح وتنطيب الحشوة تندوز تندير الكيكا تندخلها الفران تطيب حين التطيب هي فران برد عاد باش تنطيب المسمنها كما تنضيعش البطة وتنبقى كم مرتبة فلما راح ينتعي ولكن هنا يترتب لكم الفيديو باش تفهمه سوف يتندخلو الفران على عفية بردة كيف ما قلت لكم تندخلو الفران برد تنشعلو اللهم من التحت حتى تطيب وتتحمر هاد باش تنشعلو اللهم من الفوق ياخد اللون فبالنسبة لما لويسعنا هو هادا الشكل نتاعو البنات تيجي خاطير تيجي مقرمش الصراحة مقرمش مزيانة البنات اللي تبعطو لنا صائح هاد يجيكم اكا او باين طيب من التحت ممكن تحتفظو باف المجميدة البنات ما تيوقع عليه ولو تجبدو تتخنوه بالنسبة للكيك حتى هو تحتفظو باف المجميدة حتى هو ما تيوقع عليه ولو تعطيوه أكل وليداتكم يتوه معهم الكاس كروت بالنسبة لما لويشوفو كي تيجي ما تيجيش في قوت العاجين كيف ما قلت لكم كيف ما قلت لكم را كبار شوية مش صغر بنيسبة للكيك هذا وشكن تيجي زوين بزاف صراحة خفيف تعجب الدراري الصغر كيف ما قلت لكم ممكن تحتفظو باف المجميدة و تعطيوه ليداتكم يتوهون المدرسة تعجبوهم صراحة بالنسبة لما اللي بيع انتاعو هو 30 درام وهذا هو البريوش انتاعنا تيجي على تشكلادة تيجي رقيق ما عاليش ما فيش قوت البابة ما فيش قوت العاجين تيجي عامر بدك لحل شوية من الوسط خفيف قطني تيوجد بكل سهولة كالكاس كروت طي يتوجدوه على البنة الصراحة الكاس كروت بينما تعمروا واحد كويس تاعه هتين هنا يتنزينو بكوكو كون كاسي وتنزينو بقطع انتاع شكولتي بقد زين على حسب اللي اختير انتاعكم شوفو كتيجي تطرية البنات فبنسبة لما اللي بيع انتاعو هو 25 درام تنتمنى من كل القلبية البنات يعجبوكم هاد الاقتراحة اللي تنجد لكم ولاتبعوا المزيد من اقتراحة مع لكم ارتعموني بلايك بارتاج الفيديو بارتاجوه جميع مواقع التواصل الجميع انتاعكم في الانستغرام في الواتساب وفي الميسنجر وبصحرح البنات اشتركوا في القناة